اشتركوا في القناة اليوم الاثنين المجاهد لمين خان عضو الحكومة المؤقتة في الجزائر للثورة وكاتب الدولة السابق ويعتبر احد مؤسسي الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وكذا الاربيان 19 ماي 1956 درس محمد الامين خان تخصص الطب بجامعة الجزائر العاصمة حيث اسس مناصفة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955 ليلتحك بعدها بالجيش التحرير الوطني حيث كلف بالجانب الصحي على صعيد دولي شغل منصب امين عام لمنظمة اوبيك ومنظمة الامم المتحدة للتنمية وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا وارجو اشتراك في القناة وانفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته